تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام كما تفقد عدد من المشروعات السياحية بالمدينة ووجه مدبولي بضرورة تكثيف العمل وضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مختلف مكونات المشروع كما تفقد مدبولي مشروع إنشاء الفندق الجبلي أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام ويأتي ذلك فيما أكد مدبولي على أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام من أجل استيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية وتبع مدبولي أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية والتي تتضمن إنشاء مبنى الركاب بساعة 600 راكب في الساعة بمساحة بنائية 15 ألف متر مربع كما تابع مدبولي ومرافقه أعمال مشروع تطوير طريق مطار سانت كاترين موسيقى